اشتركوا في القناة ويعملون على تعضيلها وعدم اتاحة الفرصة لكي تقوم بدورها الاستراتيجية مؤكدا ان الحكومة تريد استقرار مصافي عادا لان استقرارها سينهي ازمة الكهرباء والمياه والوقود واستقرار الوقود سيحلو ازمة العملة والغذاء يشكو المواطنون في عدم الارتفاع اسعى النقاد الانترنت الى ارقام قياسية وقال مواطنون ان نقضة الانترنت في سنتيرا المنصورة كانت تباع بسعر خمسين الف ريال وباتت تباع بمائتي الف ريال مؤتبرين ارتفاع اسعار نقاد لهذه المبارك كارثة كبرى ومطالبين بوضع حد لهذه المعضلة بلغ اجمالي عدد المشاريع التنموية في مديرية الوادي والصحراء بمحافظة حضر موت 124 مشروعا بتكلفة اجمالية اكثر من خمسين مليون دولار بتمويل من حصة المحافظة من عائدات النفط ووفقا لتقيير لجنة ادارة مشاريع التنمية بالوادي والصحراء فقد توزعت المشاريع على 14 قضاعا خدميا ابرزها الكهرباء والمياه والاشغال العامة والطرق والصحة والتعليم بمختلف مراحله وصندوق النظافة والشباب والرياضة والزراعة والادارة المحلية شهدت اسعار الاسماك من نوعية الجحش انخفاضا كبيرا خلال شهر رمضان المبارك في مدير الذوباب غربي تعز وقالت مصادر في قضاع الصيد ان سعر الكيلو من اسماك الجحش انخفضت الى 1200 ريال مقارنة ب3500 ريال بسبب تراجع الطلب على الاسماك خصوصا من هذا النوع في الاسواق المحلية خلال شهر الصوم واخيرا قال تقرير حديث لمنظمة الاغذية والزراعة الامم المتحدة الفاو ان صغر المزارعين الاسريين ينتجون نحو ثلث الاغذية في العالم واشارت المنظمة الى وجود اكثر من 608 ملايين مزارعة اسرية حول العالم تشغل ما بين 70-80% من الاراضي الزراعية في العالم وتنتج 80% تقريبا من اغذية العالم من حيث القيمة وتؤدي دورنا في القضاء على الفقر والجوة وتحقيق انماض انتاج اكثر استدامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة